انا متجوزة من اربع سنين نفسي ربنا يصلح حال زوجي من ناحية اهلي زعلان معاهم ومش بيروح عندهم مع العلم انه هو بيخليني اروح عندهم مش بيعرف الواجب من ناحيتهم وانا بحس انه مقصر تقصير جامد ماذا افعل معهم هنا بقى احنا جايين في شيء مهم جدا وهي هل الشخص الذي يتعامل بشكل من اشكال الجفاء مع اهل زوجته يكون بذلك مفسدة للحياة الزوجية الجواب نعم هل الاساءة لاهل الزوجة او الاساءة لاهل الزوج في شيء مني عنه اه لان ده جزء من جزء من المخالفة لقول تعالى وعشرهن بالمعروف يعني يجعل عشرتك لها عشرة بالمعروف والمعروف ده يجعل القضية ممتدة ولذلك انا عندي عبارة كده بحبها بقول ان اقرب طريق لقلب جوزك اهله وارب طريق لقلب زوجتك اهلها فالاحسن الى الاهل في الحقيقة ما بيقعش في قلب الاهل لكن قبل ما بيقع في قلب الاهل بيقع في قلب شريك الحياة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ده في حديث كتير من الناس ما لتفيتوش اليه في قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوا من احب الناس اليك قال عائشة قال ليس عن هذا نسألك يا رسول لكن نسألك عن الرجال قال ابوها يعني سيدنا هين سيدنا ابو بكر كان امامه انه يقول صديقي ابو بكر وده صحيح وممكن يقول صديق ابو بكر او ابو بكر الصديق وقدامه انه يقول ابو بكر لكن هو اختار من كل الاحتمالات او كل التعبيرات اللي عبر بيها ان ينسب سيدنا ابو بكر الى السيدة عائشة فيقول ابوها طب ليه عشان يشاور على المعنى والتأكيد اللي احنا بنقوله ان رسول الله يقول اني احب عائشة وقال كده في اول الحديث ثم لما سألوا عن الرجال قال اني احب عائشة ليه طيب لانه كان يوضح ويترك لنا اشارة ننتفع بها الان اني اذا اردنا اصلاح ذات البين واردنا الراحة للزوجين لابد ان كل واحد فيهم يعمل ايه يراعي اهل الاخر مع ملاحظة ايه ان مراعاة اهل شريك الحياة لا تقتضي السماح لو بالتدخل في حياتنا الاسرية ليس هذا ضروريا ليه 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 مش ضروري لان انا بحسن ايديهم وحاطت معايير لإدارة بيتي وحدود لإدارة بيتي ولذلك في مشهد عجيب يعني ان سيدنا او بكر ما كانتش وهو صديق رسول الله كان لا يعرف تفاصيل البيت فيطلب لما يطلب سيدنا او بكر عشان يبقى حكم تعرض عليه المسألة اللي انه ما يعرفهاش يبقى ايزا الاحسان الى اهل شريك الحياة لا تقتضي ادخاله في مشكلات واسرار البيوت يا سادة لازم نخلي بالنا من حياتنا الزوجية ان حياتنا الزوجية دي نعمة نفسدها بعدم الحكمة ونفسدها بالتصرفات التي اقل ما يقول فيها انه تصرف اخرق يخرق سفينة البيت واحنا عرضنا ان التصرف الاخرق هو تصرف مغرق حتى لو كان بمقدار ما يتسع له المخيط اصغر قبر ينشأ من اصغر خرق خلوا بالكم من بيوتكم لان البيوت دي هي الكاس اللي رب نشرف فيه شهد نعمة نظر ربنا الينا ويكفي ان ربنا قال لنا ان هو سيصب لنا من جماله ما قال فيه وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً يَا رَبِّكَ عَنَّا دَيْمًا وَجَعَلَ بِيْنَكُمْ اشتركوا في القناة وَجَعَلَ بِيْنَكُمْ اشتركوا في القناة